الآية الرابعة ليسوا سواء أو الآيات هي ليس آية واحدة أيضا في آل عمران الله يقول أهل الكتاب لا يستوون ليسوا كلهم لفقا واحدا طبقا واحدة يختلفون يتميزون ليسوا سواء من أهل الكتاب قال لك الأسلم تكذبون على الله أنتم هل تعرفون العربية قال لك من أهل الكتاب الذين أسلموا ما شاء الله والله يسميهم أهل الكتاب تضحكون على من الحق أبلج والباطل لجلج أولتم هذه كيف تقولون هذه كيف تقولون هذه القرآن متجار متسارع إلى تقرير حقيقة واضحة لم نشأ أن نراها لا نحب أن نراها أبدا إما أن تصبح على شرعنا وبطريقة وإلا فأنت في جهنم اكذبوا على الله ما شئتم إيه أن تكذبوا اللهم إنا نبرأ إليك من كل افتراء عليك ورد لكلامك في الصدور والأعجاز ليسوا سواء كيف رب ليسوا سواء يقول من أهل الكتاب كتبيون أمة قائمة عباد رهبان حقيقيون صادقون أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلي يكفروا والله عليم بالمتقين أعلم اخشعرت أبدانكم كم اخشعر بدني أقسم بالله طيب لماذا اخشعرت أبدانكم اخشعرت أبدانكم أن الآية تدل على نجاة أي كتابيين مش كل كتابيين كما أنه مش كل المسلمين ناجون نعلم هذا اللهم اجعلنا من الناجين بفضلك ومنك يا رب العالمين لا كلنا ناجون ولا كلهم ناجون لكن دلت على الأقل الآيات على أن من أهل الكتاب أمة ناجية وصفوا بالصلاح والتقوى ووصفوا بأنهم لن يكفروا صالح أعمالهم كثر الله صالحاتنا واضح لماذا اخشعرت أبدانكم أنا أقول لكم هذا لامس الفطرة لامس الفطرة المعتقدة بعدل الله هذا من عدل الله هذا من عدل الله الموضوع طويل طويل ومعقد